لو هنتخيل جهاز العصبي عمارة كبيرة وحدة بناء العمارة دي هي الطوبة كذلك وحدة بناء جهاز العصبي هي الخلية العصبية يعني الخلية العصبية بالنسبة للجهاز العصبي هي بمثابة الطوبة بالنسبة للعمارة وحدة البناء والخلية العصبية زي أي خلية في جسم الإنسان صغيرة ومش بنقدر نشوفها بعيوننا المجردة الخلية العصبية واللي اسمها النيورون أو نيرف سيل بتتكون من حكتين أول حاجة هي جسم الخلية نفسها وتاني حاجة وهي شوية زوايد بتخرج من جسم الخلية يبقى كده الخلية العصبية بتتكون من جسم الخلية العصبية وزوايد الخلية العصبية بالنسبة لجسم الخلية العصبية بيكون في كل مكونات الخلية النموذجية هنلاقي نواة مستديرة وهنلاقي كمان سيتو بلازم والسيتو بلازم في الخلية العصبية اسمه نيورو بلازم لأن أي حاجة خاصة بالعصب هنقول عليها كلمة نيورو يعني متعلق بالعصاب فيبقى السيتو بلازم اللي بيكون موجود في الخلية العصبية اسمه نيورو بلازم النيورو بلازم بيكون فيه كل العضيات اللي احنا عارفينها في أي خلية زي مثلا الميتوكوندريا وأجسام جولجي والريبوسومات وغيرهم من العضيات اللي بتساعد الخلية العصبية في وظفتها مع هذا عضي واحد مش بيكون موجود في الخلية العصبية والعضي ده هو السنتروسوم أو الجسم المركزي الجسم المركزي دوره رئيسي هو أنه بيساعد الخلية على الانقصام والخلية العصبية مش بتنقسم لأنها مش بتحتوي على جسم مركزي علشان كده الأمراض اللي بتكون متعلقة بتلف الخلية العصبية زي مثلا الزهايمر والشلن مش بيكون لها علاج لأن الخلية العصبية مش بتقدر تنقسم بسبب عدم احتواءها على الجسم المركزي النيوروب لازم بيحتوي أيضا على لويفات دقيقة اسمها لويفات عصبية وكمان بيحتوي على حويبات اسمها حويبات نسل ودي عبارة عن حويبات دقيقة مش بتكون موجودة غير في الخلية العصبية بس والعلماء يعتقدوا أن الحويبات دي هي غزاء الخلية العصبية لأنهم لحظوا أن عدد الحويبات دي بيقل أثناء نشاط الخلية وبالتالي استنتجوا أن الخلية العصبية بتستهلك حويبات نسل أثناء نشاطها يعني كده بنستنتج أن في علاقة عكسية ما بين نشاط الخلية العصبية وحويبات نسل اللي بتكون موجودة جواها كل ما يزيد نشاط الخلية العصبية بتستهلك حويبات نسل فبيقل عددهم في الخلية يبقى كده جسم الخلية العصبية بيحتوي على نواة مستديرة النواة دي بيقود بها سيتوبلازم وطالما السيتوبلازم ده موجود في خلية عصبية يبقى اسمه النيوروبلازم والنيوروبلازم بيكون جواه كل عضيات الخلية مع عدى الجسم المركزي اللي هو السنتروسون وبالتالي الخلية العصبية مش بيقدر أن هي تنقسم كمان النيوروبلازم بيحتوي على لويفات صغيرة اسمها لويفات عصبية وبيحتوي برضو على حويبات صغيرة اسمها حويبات نسل مش بتكون موجودة غير في الخلية العصبية بس ويعتقد أن هي غزاء مضخر بتستهلك الخلية أسناء نشاطها نيجي بعد كده لتاني مكون من مكونات الخلية العصبية وهي الزوائد زوائد الخلية العصبية وزوائد الخلية العصبية بيكون في منها نوعين أول نوع هو الزوائد الشجيرية واللي اسمها دندريتس ودي بتكون عاملة شبه فروع الشجرة علشان كده اسمها زوائد شجيرية وظيفة الزوائد الشجيرية هو أنها بتستقبل الإشارات العصبية من الخلية التانية يعني بتشكل مكان اتصال ما بين خلية عصبية والتانية الزوائد الشجيرية بتكون قصيرة وبيكون عددها كبير علشان تزود من مساحة السطح اللي بتستقبل من خلاله الإشارات العصبية ودي كده اسمها المنقمة الوظفية للزوائد الشجيرية اللي هو عددها كبير علشان تزود من مساحة السطح المستقبل للإشارات العصبية الزوائد الشجيرية بتخرج من جسم الخلية العصبية فلما بتنتقل التنبيهات أو الإشارات العصبية من خلية عصبية للتانية معظم التنبيهات العصبية بتدخل عن طريق الزوائد الشجيرية والباقي بيدخل عن طريق جسم الخلية يبقى كده لو هنتكلم عن استقبال الإشارات العصبية هنقول الزوائد الشجيرية وجسم الخلية العصبية هم اللي بيستقبلوا الإشارات العصبية تاني نوع معنا من أنواع زوايد الخلية العصبية هو محور الخلية محور الخلية العصبية أو اسمه الليفة العصبية أو ما يسمى باسم أكسون المحور بيكون ممتد من جسم الخلية العصبية وطوله ممكن يوصل لأكتر من متر يبقى مثلا لما أقولك أحد مكونات الجهاز العصبي طوله ممكن يوصل لتسعين سنتيمتر هتقولي محور الخلية العصبية المحور بينتهي بنهايات اسمها النهايات العصبية أو منكم نقول عليها اسم الزوائد وطالما بتخرج من المحور يبقى اسمها الزوائد المحورية النهايات العصبية بتتصل بالزوائد الشغيرية بتاعة الخلية العصبية التانية في منطقة اسمها التشابك العصبي يبقا احنا كده لازم نبقى عارفين ان السال العصبي اللي هو الإشارة العصبية أو التنبيه العصبي بتتحرك في اتجاه واحد فبيدخل إلى الخلية العصبية ياما عن طريق الزوائد الشجيرية وده الشائع أو عن طريق جسم الخلية العصبية وبعد كده بيمر خلال محور الخلية العصبية اللي بينقله في النهاية إلى النهايات العصبية أو الزوائد المحورية بعد كده النهايات العصبية بتنيل الإشارة العصبية إلى خلية عصبية تانية من خلال التشابك العصبي محور الخلية علشان يضريني للإشارة العصابية بسرعة بيكون مغلف بغلفين من الخارج الغلاف الأول اسمه الغمد النقاعي أو اسمه مايلين شيس والغمد النقاع عبارة عن مادة دونية بيضة اسمها مايلين مادة المايلين قلنا أن هي عبارة عن مادة دونية بيضاء بتكون موجودة على شكل قطع قطع وراء بعضها وبيفس المبينهم فواصل اسمها عقد روفي ومادة المايلين اللي بيكونها نوع من خلايا خاصة اسمها خلايا شوان هنعرفها أكتر بعد كده السيالات العصبية اللي بتيجا تنتقل خلال المحور بتمر خلال عقد روفيه بس لأن مادة المايلين قلنا أن هي مادة دونية عزلة مش بتسمح بمرور السيالات العصبية خلالها فيبقى شكل السيالات العصبية وهي ماشي خلال محور الخليل العصبية أو الليفة العصبية هو أنها بتقفز قفز قفزات خلال عقد روفيه فقط وكل ما تزيد طبقات المايلين بيزيد عدد قفزات السيالات العصبية فيزود من سرعتها فتبع لعلاقة طردية ما بين كمية المايلين وسرعة انتقال السيالات العصبية في محور الخليل وفي بعض الأشخاص بيكون عندهم مرض مناعي بيسبب تآكل وضمار الغلاف المايليني لمحور الخليل العصبية وبالتالي المرض ده بيسبب بطء حركة أو انتقال السيال العصبي لأن مادة المايلين قلنا أن هي مادة عزلة تعمل على زيادة سرعة السيال العصبي الغمد النخاع بيكون محاط من الخارج بطبع رقيقة بتغلفه اسمها الجشاء العصبي وإشاء يعني لمة وعصبي قلنا يعني نيورو فالجشاء العصبي هو هو النيورو لمة اللي بيغلف الغمد النخاعي من الخارج نيجي بعد كده لأنواع الخلية العصبية احنا عندنا ثلاث أنواع من الخلايا العصبية خلايا عصبية حسية وخلايا عصبية حركية وخلايا عصبية موصلة أو رابطة عايزك تتخيل معاك ده مثلا أن فيه دبوس دخل في الجلد اللي بيحصل هو أن الجلد بيكون فيه نهايات عصبية حسية بتحس الإشارة العصبية اللي سببها الدبوس ده فبينقلها للجهاز العصبي المركزي اللي بيشمل كل منه المخ والنخاع الشوكي واللي بيحتوي على خلايا موصلة بتوصل الإشارة من الخلايا الحسية إلى الخلايا العصبية الحركية فبتنل الإشارة إلى العضلات علشان تستجيب وتحرك إيديك فبقى كده احنا عندنا عدو استقبال زي الجلد مثلا بيستجيب لمؤثر زي مثلا درجة الحرارة أو الدبوس أو الشمعة أو أيا كان المؤثر إيه فبينقل سيال عصبي للخلايا العصبية الحسية اللي بينقلها للخلايا الموصلة اللي بتوصل ما بين الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحرقية فبينتقل السيال العصبي لأعضاء الاستجابة زي مثلا الغدد والعضلات علشان تستجيب للمؤثر فبقى كده دور الخلايا العصبية الحسية هو أنها بتنقل السيالات العصبية من أعضاء الاستقبال إلى الجهاز العصبي المركزي ودور الخلايا العصبية الحرقية هو أنها بتنقل السيالة العصبية من الجهاز العصب المركزي إلى أعضاء الاستجابة زي مثلا الغدد والعضلات والخلايا العصبية الموصلة أو الرابطة دورها أنها بتربط ما بين الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحرقية يعني بتقوم بدور حلايا الوصل ما بينهم وبناء على وظيفة كل نوع من أنواع الخلايا العصبية بنلاحظ أنهم بيختلفوا في شكلهم وحجمهم الخلايا العصبية الحسية بنلاحظ خروج طرف واحد بس من قطب واحد من جسمها فيبقى اسمها أحادية الأقطاب يعني يوني بولر والخلايا العصبية المنصلة بنلاحظ أنه بيخرج منها طرفين من قطبين فيبقى اسمها سنائية الأقطاب يعني باي بولر والخلايا العصبية الحرقية بيخرج بينها أكتر من طرف من أكتر من قطب فهي بأسمها متعددة الأقطاب أو مالتيبولر نجي بعد كده النوع تاني من أنواع الخلايا اللي بيكون موجود ضمن تركيب النسيج العصبي وهي خلايا غير عصبية ولكنها من ضمن مكونات النسيج العصبي الخلايا دي اسمها خلايا الغراء العصبي الخلايا دي معروفة بقدرتها على الانقصام على عكس الخلايا العصبية الوظائف الأساسية لخلايا الغراء العصبي هم خمس وظائف وبيتم تلخصهم في كلمة عد ممر العين يعني عازلة لأنها بتعمل كعازل ما بين الخلايا العصبية والدال يعني داعمة لأنها بتدعم الخلايا العصبية عن طريق تكوين نسيج ضام بيدعم الخلايا والميم الأولى مغزية لأنها بتغزي الخلايا العصبية عن طريق أن هي بتوصل ما بينها وما بين الشعيرات الدموية وبالتالي بتنقل الغذاء من الدم إلى الخلايا العصبية وبكده بتشارك حوابات نسل في وظيفة التغذية والميم الثانية معوضة لأنها بتقدر تنقسم وبتقدر تعوض بعض الأجزاء التالفة والمقطوعة من الخلايا العصبية زي مثلا محور الخلية ولكن طبعا مش بتقدر تعوض جسم الخلية والرأة الأخيرة معناها أن هي رابطة لأنها بتربط المحاور اللي هي الألياف العصبية مع بعضها وطبعا بالأغلفة اللي بتكون محيطة بيها لما بيرتبط المحاور مع بعضها بتكون حزمة اسمها الحزمة العصبية اللي بتكون منها بعد كده العصب فيبقى كده في حاجة اسمها المحاور كل شوية محاور مع بعضها مع الأغلفة اللي بتحيط بيها بيكونوا حزمة اسمها الحزمة العصبية والحزمة العصبية بتكون محاطة من الخارج بغلاف اسمه غلاف الحزمة الحزم العصبية بتتحد مع بعضها وبتكون العصب والعصب بيكون محاط من الخارج بغلاف اسمه غلاف العصب وبالتالي كده احنا بنستنتج ان غلاف العصب بيكون اكبر من غلاف الحزمة لان طبعا غلاف العصب بيكون محيط بعدد من الحزم العصبية وبالتالي كتر غلاف العصب بيكون اكبر من كتر غلاف الحزمة العصبية اشتركوا في القناة